السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة مجلة الطبخ زهرة اليوم ان شاء الله الوصفة هي مورقة بحشوة رائعة اقتصادية ولديدة بزاف و عجين اروع ممكن تعتمدوه كعجين لمورقاتكم هو اللي وجدت به البستيلا في وصفة سابقة هنخليلكم الرابط ديالها اسفل الفيديو فهو كيجي مورق و مقرمش قبل ما نشوفوا المقادير و طريقة التحضير ممكن تشاركوني وصفاتكم و تطبيقتكم على صفحات ديال الڭروب ديالنا في الفيسبوك اللي غادي تلقاوها في الرابط اسفل الفيديو و كذلك اذا عجبتكم الوصفات ديرو الجيم و تشتركو في القناة باش نبقاو على تواصل دائم ان شاء الله اول حاجة نبدو بالحشوة غادي نحتاجو بسلاة صغيرة مقطعة مربعة ثلاثة ديال الجزارات محقوكين ارقاق باش يطيبوه بسرعة وجوج ديال القرع الاخضر حتى هما محقوكين ارقاق ميتين جرام ديال صدر الدك الرومي او للدجاج مفروم علبة للفتر الصغيرة معدنوس مفروم زنجبيل طري و ممكن استغناءوا عليه ده ما كانش موجود ملح زنجبيل ناشف فلفل اسود شوية ديال السلسل حارة حسب الدوق كنديرو الزيت ثم كنضيفو عليه البصل و كنوضعو الكل فوق النار مع الملح من اللي كي بدا يدبو شوية كنضيفو الخضر ثم زنجبيل طري و الفلفل اسود و الزنجبيل ناشف و السلسل حارة و منسوش الفطر و يكون مقطع قطع صغيرة كنحركو الخالط من اللي كي بدا يطلق السوائل ديالو كنضيفو اللحم المفروم على شكل قطع كيف ما كتشوفوه و كنحركو مره مره حتى كتنشوف السوائل باش ما تسدناش العجين من بعد من اللي كتنشوف كنضيفو المعدنوس كنحركوه دقيقة و كنطفو عليه و كنوضعوه في انا او اللف طابق باش يبرد و كنمشيو نوجدو العجين اللي غادي نحتاجو له 300 جرام ديال دقيق شوية ديال الملح 7 جرام ديال الخميرة كيموية مع القاكبير ديال اليوغورت الطبيعي يعني الزبادي الطبيعي يكون بدون سكر كنخلطو الخالط كله بالمدافي و كندلكوهم زيان بزيان حتى كيو اللي مطاطي في حال هكذا بالمناسبة ممكن تستعملو هاد العجين اللي مسمن اللي كيطيب في المقلة التقيلة كيجيو روعة و كذلك جميع الموراقات ديالكو من بعد كندهنوه بالزيت و كنت تنوأليها 10 ديال دقايق كيولي على هاد الشكل ثم كندهن قطعوه كورة صغيرة يعني بحجم مشماشا دابا عندنا الخالطواجد و بارد و الزيت و الزبدة باش نورقوه و العاجين و ممكن اضافات الجبن حسب الرغبة اول حاجة كندهنو المكان بالزيت و كنتلقوه العاجين فهي كتمشي معك بكل سهولة و ما كتقطعش كيف كتشوفه كندهنوها بالزبدة ثم كنوضعو كمية من الحشو في الطرف كنطويوه على هاد الشكل ثم كنديرو شوية ديال الزبدة مرة اخرى تقريبا نفس الطريقة اللي درنا في البستيلة و كنحاولو تكون عريضة على شكل مستطيل و دابا نديرو شكل اخر كنتلقوه العاجين فهي الأول يعني شوية بالطول كنديرو الحشوة و كنديرو فوقها شوية ديال الجبن و كنديرو الجوانب و كندهنو بشوية ديال الزبدة ثم كنديروها على شكل أسطوانا يعني ماشي مستطيل فهي الأول غير باش تكون مختلفة على اللولة اللي ما فيهاش الجبن كنستمرو في الأمل حتى كنكملو كل شيء و كنوضعوهم في الصفيحة ثم كنبستو المستطيلات شوية ماشي بزاف كناخدو بيضة مع القادية الحليب مطربين مزيان بزاف و كندهنو بهم موراقات ديالنا و ممكن زينوهم كيف ما درت أنا بالباو أو لازنجلان العادي و لازنجلان الأبيض و ممكن تخليوهم بدون إضافة يعني غير مدهونين بالبيض كندخلوهم الفرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 حتى كيبدأوا يخطوا اللون الدهابي و كنخرجوهم كنطفو الفرن كنزيدوهم شوية ديال الجبن على الوجه ديالهم ثم كندخلوهم الفرن يكون مطفي مدة ديال 3 دقائق غير كيدو بالجبن و كنخرجوهم كنحطوهم على شبكة باش يدفو و كنقدبوهم بسحة و الراحة و ممكن أنكم تحتفظو بهم في المجمد ولكن ما تطيبوهمش حتى يتحمروا طيبو غير طيبة كنخليهم بردو و كنجمعوهم في علبة و من اللي كنحتاجوهم كنجبدوهم و مباشرة كنوضعوهم في الفرن مسخن حتى كي يخضوا اللون الدهابي و كنخرجوه كيف كتشوفو كتشوفو كتشي مورقة بزاف و الورقة قيقة و بقرمشة نتلقوا في فوسفة قادمة و سفات رمضان مبارك إن شاء الله أحبائي